مساكم الله بالخير ومثل ما وعدكم أمس أني راح أكمل اليوم بخصوص المجلس المبطل اللي باعتقادي أنه ما يختلف عن المجلس اللي قبله ولا اللي قبله ولا اللي قبله وعندي أسبابي اللي راح أتكره لكم أول شي راح أجاوب على اتهام دائما يوجهون لي اللي مو قادرين يردون على الفكرة اللي أطرح أطرح فكرة ما عنده جواب يقول أنت دافع مرزوق أولا الدفاع هو تبرير مواقف ما بررت لمرزوق الغانم اللي اعترمه بشكل كبير أي موقف وأصلا مرزوق مو محتاج لدفاعي لأنه ما شاء الله تصريح واحد منه وشفته أنت وقساوته في الرد على خصومه يمكن هذي يمزع لناس واحد عليه أو يعتبرون أنه ما أخذ عليه فمرزوق مو محتاج أني أدافع عنه وعلي هذا السبب الأول اللي يخليني أني ما أدافع عنه ومثل ما قلت لكم أنا احترمه بشكل كبير بسبب أني ما عهد عليه ما شفته وعد وأخلف ما شفته شدب وأشوفه مساند للقيادة السياسية وضد الفوضى وأنا طرحي بشكل عام كله ترى يعني ضد الفوضى من أول ما طلعت من أول ما بديت عن شهر من 2011 لما صرت ضد الربيع العربي ضد المظاهرات في كل دول خليج ضد كرامة وطن وطلعت في قناة الوطن وبرزت أنا ذاك كمعارض لأي شكل من أشكال الفوضى وكل كلامي السابق خلال السنوات السابقة وتغريداتي موجودة وملفي متخم في اليوتيوب تلقون أني دايما أشوف أقول لكم ترى لا تصدقون شدابين هذا يلقع تشدبون لأن الموضوع كله رح أوضح اليوم هو صراع شيوخ ومناصب بكل أسف اللي تشوفونا كله صراع شيوخ ومناصب بدليل أنه إذا تغير الأشخاص اسكتوا حتى لو تمت نفس الأفعال إذا يعني أدلة كثيرة رح أحاول أسرد بعضها لكن خلينا نكمل الاتهام الثاني الاتهام الثاني هو ليش ما تهاجم الفاسدين مثلا ليش ما تهاجم أرزوق ليش أهاجم أرزوق عشان أتبتلك أن أنا يعني محايل أنا مثل ما قلت لكم ليش ما تهاجم الفاسدين ما عندي دليل على الفساد أنا انحكمت بالحبس مرتين أنا أنا حكمت بالحبس مرتين وجهت اتهامات أو فهمت اتهاماتي أو غيرها المهم أنه أنا يعني انحكمت بالحبس مرتين ودفعت بالمحاكم عشرات الألاف من الدنانير فلا تقول ليوجه اتهام بدون دليل إذا فيه دليل الأدلة موجودة بالمحكمة المحاكم أدانت العديد آخرها اليوم أدانوا عضو مجلس بلدي بالحبس عشر سنوات هذا حكم أول درجة ديروا بالكم لا تتكلمون فيه بالمناسبة يعني لأن حكم أول درجة يمكنني استأنف فيسقط الحكم مثل ما أنا استأنفت وميزت فسقطت أحكام الحبس عني حكمت مرتين بالحبس مثل ما قلت لكم المهم فما أقدر أتهم ناس بالفساد إلا عندي دليل وأروح المحكمة وهذا مو شغلتي ويكفي اللي دفعتها بالمحاكم ويكفي المرمطة اللي تمرمطت فيها بالمحاكم لي يمكن أكثر خمسة عشر سنة علي بلوك علي بلوك أي معامل الحكومة يسويها لازم أروح أشيل البلوك من تنفيذ الأحكام وخلص يعطوني فترة خلص مع مراتي بعدين يرجع البلوك مرة ثانية إن شاء الله أني يخلص هالأسبوع قبل يومين أكلم المحامي خلاص آخر قضية هذه إذا دفعتها راح توقف عني إن شاء الله مسألة البلوك هذه ونفتك إلى إن شاء الله على طول المهم فله السبب أنا في ناس ما أحبهم أعتقد أنهم فاسدين وأعتقد بشكل عام أن الفساد مثلث أعتقد أنا باعتقادي واللي طرحته أكثر من مرة الفساد مثلث لها ثلاث أضراع واللي هم الأطراف الثلاثة الشعب الحكومة المجلس شلون الشعب الحكومة المجلس أي شيء في واسطة هو فساد الواسطة يطلبها الشعب من النائب النائب يضغط على الحكومة الحكومة تنفذ فكل الثلاثة مشتركين بهذا الموضوع أي واحد راح مثلا علاج بالخارج وهو مو محتاج هو فاسد وهو من الشعب وراح بسبب نائب واللي وافق له حكومة أي مناقصة تمت فيها سرقة اللي سرق من الشعب واللي ضغط نائب واللي أو سكت نائب واللي نفذ من الحكومة فإذا كان فيه فساد فالفساد لا ثلاث أضلاع بالإضافة إلى اللي يشترون أصوات هم نواب واللي يبيعون أصواتهم من الشعب المهم ما لنا بالقصة الطويلة هذا السبب اللي خليني طبعا الفساد اللي وجهة نظر مختلفة فيه اللي هي الكل مشترك بالفساد إذا كان هناك فساد المسألة اللي بعدها هي أني أنا تخصصت في الحديث عن أو في مكافحة ومحاربة أي شيء من مظاهر الفوضى أي أحد حرض على الفوضى أي أحد يدعو للفوضى روح استجوب روح أمش بالقانون سوى اللي تبي أصفق لك وطق لك تحية روح المحكمة أحترمك وأمدحك بعد لكن تقعد تطلق اتهامات بدون دليل حسابات وهمية الأمور هذه أنا مو خطي خلاصنا من الاتهامات الآن نرجع حق المجلس المجلس الحالي أو اللي أبطل مثل ما وريتكم أمس مو أنا أول واحد توقع إبطالة كثير توقعوا إبطالة وهذا شخص شوفوا تغريته توقع إبطالة قبلي وكثير توقعوا إبطالة سعدناه بسعدون حماد أنا حضرت اليوم المحكمة دسترية ولم يتيقن أنه راح يكون هناك بطلان لمرسوم الحل لكن اللي عاجبهم الوضع واللي حصلوا على مناصب من خلال هذا المجلس وحصلوا على مقاعد يعني نيابية طبعاً ما يبون أنه يبطل فلذلك اقتنعوا بالفكرة وحاولوا يغنعون الناس بالفكرة وحاولوا يلمحون أن الفساد أن القضاء إذا أبطله فالقضاء فيه أنه وسيطعم بالقضاء وإلى آخرة فمشوا الموضوع ولا الأمور من بينه من أول رئيس الوزراء أقسم بنفس اليوم اللي أقسم فيه طلع رئيس الوزراء من قصر اليمامة أو قصر الأضنبيان لما أدى القسم ركب سيارتها رأى قصر السيف ووقع كتاب عدم التعاون أنت متى تعاونت مع المجلس أو متى تصادمت مع المجلس أو متى دخلت باب المجلس أنت حكومة جديدة تم تشكيلها قبل ساعة وبنفس اليوم رح تقدم كتاب عدم التعاون هذا أحد أمهم وأوجه الطعون اللي تقدم فيها أحد الطاعنين وخدت فيها المحكمة دستورية وبالفعل أبطلت قراءة مرسوم الحل من زين فمو أنا أول واحد ومبين أن المجلس مبطل لكن في ناس ما تبتصدق وفي ناس إذا أبطلتوا يعني راح نسوي وراح نفعل صار تهديد مبطن أنزين المجلس هذا المبطل كانوا يعيبون أشياء سووا فيه أشياء كانوا يعيبونها على المجلس اللي قبله لكن لأنهم حابين هذا المجلس لأنهم حابين هذا المجلس فمشوها فتذكرون تصويت تصويت البر كود وكل واحد طلع كامرته وحالة الشك اللي صارت مع نواب البر كود وكل واحد طلع كامرته لازم تصور عشان صدقك لأن الأصل أن أنت غير صادق فصور لنا فلما اعترض بعض النواب قالوا لا هذا دستوري وهذا قانوني لما صار تصويت على نائب الرئيس في أحمد سعدون كان رئيس وقال لهم ممنوع تصوير ولا حد تكلم ولا حد قال هذا قانوني وهذا حقنا وشغلك لا يجوز التصوير وبالتالي إذا رأي المجلس من يصور من يصور ورقته تعتبر باطلة لا يجوز التصوير اختخابات سرية لا يجوز التصوير ولا حد تكلم نفس الحادثة صارت مرتين أنا أقول لكم أن المجلسين نفس الشيء بالعكس المجلس 2000 ومجلس اللي قبل خانقوا المجلس مرزوق على سهل الأمور وعلى الفكرة بالمناسبة أنا انتقدت مرزوق بأكثر من مناسبة أنا انتقدت موقف مرزوق الغانم لما سمح لهم يصوتون بتصويت مخالف للدستور وأثبتت المحكمة الدستورية أنه غير دستوري وأبطلته لما قرروا استمرار عضوية النائبين المبطلة عضويتهم بسبب حصولهم على أحكام حبس وانتقدت أيضا في موضع آخر لما توسط للعفو لناس في نظر كان ما يستحقون العفو وانتقدت قبل لا يصير الرئيس في أكثر من موقف وبالتلفزيون لكن ما نسي إلى أحد ولا عندنا ضغينا ضد أحد وأحترم النائب مرزوق الغانم الرئيس مرزوق الغانم للأسباب اللي ذكرتها مثل ما قلت لكم إذا صدتوا عليه تشد قلوا لي بفضحها لكم أنا بفضحها لكم إذا صدتوا عليه تشد أنا ما شفت على الرئيس تشد أنا أشوف إنسان متدين أشوف إنسان صادق مع نفسه وينفذ أوامر القيادة السياسية هنا النقطة المهمة الضرب ضرب الشيوخ وكلنا ندري بشكل واضح فلعن مرزوق الغانم ينفذ كلام يعني ينفذ أو يعني ينسق أو أي إن كان اللي تعتبرونا مع القيادة السياسية فإذا في معشكر آخر من صراع الشيوخ ضد هذا التوجه فيضرب مرزوق الغانم ويضرب رئيس الوزراء السابق صباح الخالد سموه شيخ صباح الخالد اللي في عهده تم أول سجن رئيس وزراء في تاريخ الكويت دخل السجن وأول سجن وزير دفاع وزير داخلية دخل السجن وأول تمت محاكمتهم بعدين طبعا برعتهم محكمة ما لا شغل خلاص رئيس الوزراء ولا غيره وتم أول أحكام حبس صدرت في حق وكيل وزارة مساعد وأحد أبناء الأسرة في وزارة الداخلية وتمت خضية الداخلية وغيره من قضايا الفساد كلها كشفت في عهد الشيخ صباح الخالد اللي أنا أقول أن تقولون عهد فساد أنا ما أعتقد أن عهد فساد أنا عندي انتقاد وحيد وهو مهم أن ما كان في قرار صراحة لكن أن تقول عهد فساد لا والله مو فساد يعني أبرأ لله منها التهمة اللي يتهم التهمة هذه صراحة هذا كذاب عهد فساد لا والله مو عهد فساد بالعكس أنه ما أعطاهم ويلي وما سمح للفساد إن زين لأنه في صراع شيوخ وصراع مناصب فاللي يبون منصب مرزوق ويعتقدون أنه مرزوق مع طرف من الشيوخ يعتقدون وهم يبون يضربون هذا الطرف وبدأ ترى ضرب الأطراف الآن اليوم قاموا يدولهم مقاطع تضرب 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 القيادة السياسية وتطلع خطابات بأنها متناقضة ويلمحون أنه أنت ألغيت خطاب بكذا واللي حصل غير كذا يعني بدأ ترى الضرب فوق من أطراف ثانية متضررة من الحزم من أي أن كان المهم هذه الحقيقة المرة صراع ففي ناس تبي منصب مرزوق وناس تبي منصب أو الإطاحة بصباح الخالد ولذلك دعوا إلى رحيل رئيسين لما يا رئيس كان من المنادين اللي طاعها بمرزوق وكان يقول أنا أنا راح أعقد الجلسات في عدم حضور الحكومة ما عقد ولا جلسة والنواب اللي اعتصموا لما الحكومة ما حضرت ثلاث مرات متالية تغيبت الحكومة اللي بعدها أربع مرات وما اعتصموا أحرجوا منها بحمدان العازم لما قال أجماعة خلني اعتصم الحكومة الحكومة شكلهم طاولة ولا تكلموا لما تشكلت الحكومة ودروا أنه خلاص أو بدت المشاورات خلاص يعني نائب الأمير بدأ يشاور رؤساء الوزراء السابقين ورؤساء المجال السابقين دروا أنه خلاص خلال يومين راح يطلع قالوا إذا ما تشكلت الحكومة وإذا ما تشكلت الحكومة لما تشكلت الحكومة وانتظرت الحكومة قرار المحكمة لم تتشكل يعني عفوا أنتم تكليف رئيس الوزراء ولم تتشكل الحكومة قالوا إذا ما شكلت هيا ويلك وإذا ما شكلت خلال أسبوع أو خلال أسبوعين وهم يدرون راح يشكلها فكل هذا كان ذر رمات في العيون المجلس هذا كانوا راضين عننا وامدحوا ووصلوا السماء ومجلس هذا ما كانوا راضين عنه ما عنه استجوب رئيس الوزراء واستجوب وزير الداخلية ووزير الخارجية وأطاح فيهم فالمجلس هذا كان استجواباته أكثر لكن ما يبون يمدحونه ما يبون يذمونه لذلك يمدحوا المجلس هذا اللي ما كان فيه استجوابات وكان منبطح للحكومة اللي ما سوت شيء وكان يصفقونه وطبلون له والاستجوابات اللي حصلت كانت صراع بين أيضا شيوخ طرف استجواب طرف وطرف حرك ربع عشان يستجوبون طرف وهذا كل اللي بالمجلس بالمجلسين مجلس الوزراء ومجلس الأمة عارفينه ما أقدر أوضح أكثر من شديد أظن الأمور واضحة ففي إطار هذا الصراع يمدح هذا المجلس ويدم هذا المجلس يمدح هذا الرئيس سواء رئيس مجلس المجلس أو رئيس وزراء ويدم هذا الرئيس سواء رئيس مجلس أو رئيس وزراء نفس الموضوع المعزب بس يعني يأمر هني يمدح وهني يدم الوزير المنتخب اللي قدم استقالته تذكرون أول ما تشكلت حكومها طلع بيان طلع الخبر في هذا في وكالة الأنباء وتم إعلان تشكيل حكومة استقال قال لا أنا اعتذر لأن في وزراء من حكومة سابقة حكومة التعزيم ما الشوال الموضوع شاء له وزير واحد لأن هذا شاء له وزير واحد من الأسرة وسكت قبل بوجود وزراء كان يعني يعتبرهم أنهم من حكومة التعزيم أو وزراء مؤزمين قبل بوجود وزير مالية ران الفارس كانت بترجع هي اللي ما قبلت كان قابل هذا الأخ اللي هو عمار العجمي لكن لأنه تم الإطاحة بوزير الخارجية لأنه من معسكر آخر في صراع الشيوخ سكت عمار العجمي وقبل بالوزارة الوزير الثاني المنتخب اللي هو بدر الملة كان يدور بالدواوين وينتقد زميلة في الكتلة اللي تبروا منه اللي هو حمد روح الدين لأنه قبل بالوزارة حمد روح الدين يقول أنا دخلت الحوار الوطني اللي دعا لأمير بلاد وقال لنا سمو نائب الأمير سمو ولي العهد قال قدمنا لأ اقتراحات قال اقتراحات هذه خلوها عندكم ويبولي كل المشاكل اللي بالدولة معاها خلونا نقعد نحللها يقول فاجأنا وقلنا لأ على يقول الناس اطرحت موضوع العفو قال تم عفينا فيقول أحرجنا دخل قال دشوا معانا شاركوا في الأصلاح يقول دخلت الوزارة تباجأت إنا ربعي قطعوا فيني الحبل وارجعوا وصاروا ينتقدوني وتبروا مني ربعا اللي ينتقده واحد منهم والذين ينتقده وتبروا منه وصار يلف بالدواوين سمعدني في حدة دواوين يقول نصحناه انه ما يدخل الوزارة ودخل أول ما نجع انتخابات اللي وراها دخل الوزارة لأنه كان ما يبيه إلا وزارة النفط وحصل على وزارة النفط أو وافقواها لعوزارة النفط ودخل من الحكومة اللي قبلها اللي اعترض عليها واعترض ان زميلة دخلها كانوا يدي يدخل بس ما عصل وما نقايل الموقف اللي حصل يعني النواب كلهم ميدرونش اللي صار وشلون كانوا يدي يدخل وشلون يعني ما نقايل الموقف اللي حصل المهم انه كل الموضوع هني يرفض الوزارة وهني يقبلها هني يقدمون كتاب يطالبون بشطب قانون الموسيقى وبعدين يقعدون بالمجلس ولا واحد فيهم يقدم اقتراح قانون شطب الموسيقى بالاضافة الى انهم ما قدموا القانون اللي قالوا انه يعني يجب ان يتم تصويت على عزل الرئيس نبن عدل ولا عدلوا اللائحة وقروا تصويت على عزل الرئيس ولا حتى عدلوا اللائحة وخلى تصويت الرئاسة علني مثل ما كانوا يطالبوه ايام مرزوق الغانم عشان تعرفون انه جنبازية وقعدت شذبون عليكم ويطمعونكم باسم الاصلاح ولا حققوا اي شيء من الاصلاح ما في اي شيء تحقق لا بعهدهم ولا بعهد اللي قبلهم عشان الناس ما تقول انت تدافع عن اللي قبلهم حتى المجلس اللي قبلهم ما حقق شيء من طموحات المواطنين نتكلم عن مجلس كامل ما تغيرت الشوارع ولا الخدمات الصحية ولا التعليمية ولا في اي تقدم في ملف الاسكان ولا اي شيء طموحات المواطنين ما في 3000 دينار يمكن حتى المنحة اللي تمت بمجلس السابق هذه تمت يعني بعاز من الحكومة او بعاز من قيادة السياسية الحكومة يعني بتنسيق مع الحكومة وهذه ترى تمت بمجلس السابق او مجلس مرزوق خنقول اللي تهم مجلس السعدون بانه ما سوى شيء فالقصة يا جماعة والقضية انا اقول لكم الصج الصج انها هذين الجماعة ان حبتك عيني ما ضامك الدهر هذا كل الخلاصة وكل الزبدة صراع شيوخ وصراع مناصب واذا انت معانا مع فريغنا انت احسن واحد سواء كنت رئيس وزراء ولا رئيس حكومة ولا وزير ولا رئيس مجلس ولا غيره واذا كنت ضدنا مهما فعلت لو كنت ملك منزل من السماء رح نطلع فيك الف عيب وعيب هذا باختصار اللي حصل وهذا باختصار الواقع اللي قاعدين نعيشه احنا للأسف واللي الناس مصدقة الاتهامات اللي مني ومنناك انه هذا مجلس فاسد ويجب تغييره وهذا مجلس زين محترم بس صبره عليه زين هذك ايش ما تصبر عليه زين ايش ما تقدم استجوابات زين انت تشوف الوزير متخاعس انت تشوف الوزير ما حضر الجلسات ليش ما اعتصمت نفس قبل انت يا الوزير انت يا الوزير اللي كنت عضو وكنت طالب المجلس بانه ينعقد بعدم وجود الحكومة زين انت صرت في الحكومة يا تحضر المجلس الجلسة او تستقيل تعترض على الوضع هذا اللي كنت انت معترض عليه قبل لكن المجلس هذا كشفهم واتمنى انه يعني انا كشفهم مش قلت كشفهم انهم مو احسن من اللي قبلهم عشان ما احد يقول لي انت تمدح او تدافع انا اقول مجلسين مو زينين وما حققوا طموحات المواطنين واحد ما يقدر يعدل شي لازم احنا كمواطنين نعدل اختياراتنا وما نختاره الشدابين واللي يعطوننا الشمس بيد والقمر بيد واللي بس يحطون العصب الدولاب لازم نختار ناس اطروحاتهم صراحة يعني منطقية ومحترمة وما عنده بس هجوم لادع لانه صارت اذننا تطرب صارت اذننا لأسف تطرب للنقد اللادع وصار عندنا اللي انتغت اهو البطل واللي انتغت اهو اللي لازم ينجح وهذا شي لازم يتغير فينا عشان الله غير حالنا